السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كيف حالكم ورحمة الله معكم اخوكم كريم من هنا من على قناة شاني المستفيدون ان شاء الله عز وجل في درس اليوم سوف نقوم بتكمل الدرس الذي سبق لنا وتطرقنا اليه هو الخاص بشركة اتستيرا كما رأيتم في الدرس الفائت طريقة يعني معدل الارباح وايضا رأيتم نسبة الارباح والكم عدد الاموال التي يسمى ربحها ورأيتم كل شيء بالاتبات واضح حتى تعلمون انكم تشاهدون اشياء حقيقية ولسا فقط فيديوهات كلام من اجل كلام او جلب مشاهدات رغم اننا نحن ايضا نريد المشاهدات ايضا بخصوص مجال الترافيق ايضا سبق وان شرحنا الشركة الاولى الخاصة بالترافيق وشرحنا ايضا الشركة التانية وانك قائمة من الشركة سوف يتم تطرق اليه ان شاء الله عز وجل طبعا يبقى خير الكلام والله اكبر سبحان الله والحمد الله ولا اله الا الله في درس اليوم سوف نتعرف على طريقات يعني اه مهم بخصوص درس اليوم هو ليس فقط خاص بادستيرا لا هذا هذا الدرس هو سوف يفيدك مع الشركة كثيرة جدا بعد في حد ذاته درس ليس فقط ايضغط هنا ارباح هنا لا يعني الطريقة يمكنك ان تقوم باستعمالها مع شركات شركات اخرى كثيرة سوف نتطرق اليه ان شاء الله على الزوجة لهذا مجرد مثال على شركة ادستير كما سبق وذكرت لكم اه هذه الطريقة تعمل الكثير من الشركات لكن تبقى هناك اه نقطة اخرى عزيز اه وهي اتمنى الان ان تضع لنا اللايك لهذا الفيديو ايضا تضع تعليقك الجميل ومشجع وايضا اذا كان لك لديك في اخر فيديو اي سؤال او استفسار او طلب لشركة ما او شيء ما يمكنك ان تقوم بوضعي في التعليقات واعلم اننا نقوم بقراءة جميع التعليقات شكرا لك على اللايك رأيتك لا الاضحر معك يعلم الغيبة الا الله عز وجل بسم الله نبدأ كما رأيتم هذه الشركة الاتستيرا مجرد مثال في الاول في الاتستيرا هناك طريقة للعمل معها اما ان تقوم بعمل ناشر او موعدن هذه مسألة فرق منها لكن انا ما اقصده بطريقتان هو بخصوص عمليك كناشر اما ان تقوم بالعمل معهم عن طريق موقع او ان تقوم بالعمل معهم عن طريق يعني تحضر لهم زيارات مثلا اما ان تعمل لهم عن طريق موقع لكن في هذه الحالة اذا ادفت الموقع لابد ان تكون جميع زيارات خاصة بك اتية من الموقع الخاص بك اما اذا هناك الطريقة الاخرى التي هم يقبلون فيها زيارات تشتريها من تويتر من انستجرام من فيسبوك من مواقع اخرى فهم يقبلونها لكن معدل الارباح الخاص بها ليس جيد منخافض قليلا او منخافض بما لا منخافض المهم ندخل الى ارسائيات مثلا ندهب الى هنا حتى مثلا نعود الى هنا لان نهاتي الاولى متوقف شهر ستة ذهبنا كثيرا دعنا في شهر سبعة 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 مثلا نضع سبعة سبعة ليس مشكلة سبعة لغاية واحد ثلاثون بشهر سبعة نضغط اذا اذا اوكي في هذا الشهر كانت معدل الارباح تسمية او اثنين وتمانون دولار فاصلة بعد سين ساعة لو ذهبنا الان طريقة العمل طريقة العمل هو انك لابد في الاول ان تقوم بارسال نسبة من الترافيك لابد ان تضحي بثلاثة دولار باربعة دولار بخمسة دولار بسسة دولار بعشر دولار على حسب ميزانيتك على حسب امكانيتك اخي العزيز تلك عندما تقوم بارسالها فانك تقوم بارسال الترافيك الى مجموعة كثير من الدول ايضا موقع اترا اضافة خاصية جميلة جدا سوف اشرحه لكم هذه الخاصية سوف تساعدك بنسبة كبيرة في 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 زيادة ارباحك او الطريقة صراحة ممتازة اذا ما تقوم بتضحية بالضلوع بثلاثة دولار او اربعة دولار عندها سوف تحصل على الكثير من الترافيك وايضا سوف يكون معدل كل دولة هنا تبقى النقطة لو ذهبنا الى هنا واخترنا ما اخترنا يعني الدول هنا الاحصائيات هناك كما ترى هنا افغانستان ايسلندا البانيا الجزائر امريكا مع اللاتينية او العلمية اندورا انجولا مهم باقي الدول اخرى جميلة هنا تكون جميع الدول مع معدل السيب بي ايم الخاص بها مع معدل اربح بها مع معدل زيارة خاصة بها وانت الان ارسلتة اربعة دولار او خمسة دولار بشكل نقول عشوائي جميل جدا عشوائي مرة اخرى مرحبا بك في قناة مستفيدون ومرة اخرى اذا كنت او مرة تتحقت بنا اتمنى الاشتراك في القناة حتى نصدير نصداهرة مع اخوتي بالله اوكي نكمل مثلا اول شيء سوف تبحث عنه واضح ومفروغ منها سوف تبحث في سيب بي ايم بمعنى سوف تبحث عن من هي الدول التي هي جيدة دقيقة جيد اسف مهم سوف تبحث عن الدول التي هي فيها سيب بي ايم جيد مثلا انت سوف تقول هذه ليست جيدة ليست جيدة شيء مهم نبحث هنا عن دول لا بأس بها على سبيل المثال وجدنا هنا استراليا فيها ستة مئة وتسعون سفة فاصلة ستة ستة مئة وتسعون سنتين جيدة هنا كذلك ازرابيجان كذلك لا بأس بها وننزل الى القائمة وهكذا القائمة طاولة لكن هناك نقطة مثلا على سبيل المثال لا اعلم مثلا اوكي جميل وجدنا هذه مثلا بوركينافاسو بوركينافاسو فيها صفة فاصلة تسعة يعني تقريبا واحد دولار يعني مربحة ماذا سوف تفعل في هذه الحالة انت مباشرة سوف تذهب وتضع بوركينافاسو في الترافيق الخاص بك وتذهب وتبحث عن شركة عن دول اخرى مثلها جيد لكن هنا الخطأ نعم اخي العزيز هذا خطأ الخطأ الذي يقع في الكثير من الاشخاص ولا يعرفوا ما هو السبب انظر الان سوف اشرح لك ان سوف اعلمك انا لست استاد لمجرد شخص مبتدئ وفقط نتبادل المعلومات لا احب مسئلة الان والتكبر المهم لو قلنا بوركينافاسو فيها هنا صفة فاصلة تسعة لكن عدد الزيارات فيها عشرة يعني حتى اذا ذهبت وشريت الترافيق لبوركينافاسو فان نسبة الترافيق التي سوف تصلك دقييلة جدا 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 يعني هنا تسعة سنت يعني تقريبا دولار مع عشرة ترافيق يعني ليست مربيحة هنا خطأ هناك الخطأ الثاني هناك بعض دول التي يكون فيها ترافيق كثير جدا لكن في البداية في البداية ممكن في البداية تكون هنا تسعة ومثلا هنا مثل هذه دارسلام بروني دارسلام دولة في افريقيا مثلا السبب ان فيها واحد فاصلة خمسة وعشون سنت يعني دولار وخمسة وعشون سنت سوف تقول انها مربيحة لكن الترافيق منعادم واحد وهنا فقط يعني اه تسعة اين هي تسعة انا اعلم ان هذا بس تسعة مهم ترسوا فوق على عموم لكن هذا هو الخطأ يعني الترافيق فيه قليل عدد الزوار من تلك الدولة قليل وهذا ليس في صالحك لانه تمضي اليوم باكملية ولا تربح اي شيء وهناك نقطة الاخرى وهي المشكل الاكبر مثلا في دولة ما فيها الترافيق كبير هي في عدد زيارات كبير وفي الاول عندما ترسل تكون نسبة الترافيق عدد نسبة سب ايم مرتفعة ستة مثلا هدا فيه ستة لكن بعد ارسال بعد ارسال كمية كبيرة من الترافيق هذه الستة سوف تنخفض وانت ربما تكون قد تشاريت بثلاثة او اربعة حتى يبقى لك هامي يشربح يعني اثنان سنت او ثلاثة سنت هذا مجرد مثال مجرد تقدير لكن هذه الدول بعد في الاول عندما يكون فيها الترافيق قليل تكون سي بي ايم مرتفعة لكن بعد ان تقوم باقصة الكمية كبيرة من الترافيق اوكي السي بي ايم ينخفض ينخفض لماذا ينخفض ينخفض لانه لا توجد تحويلات لكن اذا كنت من الاشخاص الادكية الذين يعملون مثلا على احضار زيارات وكذلك مع احضار تفاعلات مع 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 الاعلان يعني تحويلات تثبيت العاب تثبيت تطبيقات اه ادخل ايميل يعني تفعيل شيء تنشيط شيء مثل اشياء في الحالة سوف يبقى المعدل سي بي ايم جيد لماذا لان موقع التراي يدفع لك الاثنان يدفع لك على سي بي ايم على عدد زيارات خاص بير ويدفع لك على 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 الصيف بي او طبعا كل المواقع في التحويل تكون ارباح وجيدة وهو الاكتر الاشياء التي اصبحت مطلوبة اما معدل صيفين فقط تقريبا ممكن ان نقول اه بدأ شبه بدأ ينداتي بدأ ينداتي لان الجميع يحتاج تحويلات فهذه الطريقة عندما انت توسيل كمية من الطرافق عندها تبدأت بعمل فلترة للاشياء الخاصة بك مثلا هنا اه مثلا على سبيل المثال انا الان يعني كما اني ارى معكم يعني الارزونتين كثيرة لكن لا مثلا نقول هنا استراليا الفين زيارة بثلاث بسبعة ثلاثون سينت نقوم ما نقول تقريبا جيدة ممكن نقول كذلك مهم نبحث معا بلجيكا مثلا فيها دولار مع عشرين الف زيارة واحد وعشرين دولار يعني تكون جيدة اه وهكذا وهكذا تقوم بفلترة مثلا على سبيل المثال البرازيل بثلاثون سينت مثلا هكذا اه بالغارية كذلك فيها يعني بنسبة ثلاثة دولار يعني ارباح اه من اربعة الف زيارة ثلاثة دولار ونصف اه وهكذا تبقى يعني قائمة يعني كما نقول قائمة تبقى يعني طاولة تقوم بتحديد واختيار الدول التي هي يعني جيدة مثلا اهولندا باثنة عشر دولار لان سيب ايم جيد رغم العدد من العدد الكبير من الزيارات اه كذلك هناك دول اخرى مثلا على سبيل المثال هناك بولندا كذلك بنسبة دولار للمعدل رغم ذلك انا فيها اربعة الف زيارة روسيا كذلك كم هائم الزيارات لكن على حسب معدلتي انت سوف تقوم بالشراء به وهكذا تبقى يعني الاختيارات يعني متاحة لك مثلا هنا فقط هذه سبعمائة وخمسون دولار من انجلاتيرا سبعمائة وخمسون دولار من هذه الدولة الوحدة لكن انا كنت ابحث عن التحويلات يعني وحدة التحويلات في هذه الدولة لهذا تبقى المعدلات يعني شيء جيدة الان النقطة الاخرى بدأ ان تقوم ربما تكون من الاشخاص هذين يملون من الكلام لكن يجب ان تعلم ان هذا الكلام وفي صالحك حتى تكون الامر واضحة اوكي هنا الاضافات هذه الاضافات جيدة سوف تساعدك في ادستيرا هنا مثلا يقول لك في الكونسول في الديسكتوب في الموبايل في الطابلت في التيفي يعني كل واحدة والسي بي ام الخاص بها عندما تشاري زيارات تحدد هل من الموبايل ام من الدسكتوب مثلا هنا في الديسكتوب وفي الموبايل يعني جيدة يعني ممتازة الخاص بها هناك كذلك بخصوص للسيستيم في نسبة جيدة سواء كمية ترافيك وايضا ككمية سيب ام هناك ايضا خوم هناك كذلك كروم هناك مثلا هناك في الويندوز كذلك جيدة هذه اشياء يساعدك عندما تقوم بانشاء حملة اعلانية الخاصة بك فانك تحدد هذه الخصائص سواء البروشار سواء الاندرويد و�ال ديسكتوب وكاذا تكون نسبة ارباحك افضل هناك كدلك في دباويدра اه اه ف دولار هناك تقريبا دولار في خiantes موبايل كذلك هناك فاس بوج أن دولار ودولار تقريبا هناك كدلك في فايرفوكس الموبايل في فائيرفوكس الموبايل 2 تقريبا في الأنترنتiven تarme قام بجزيار كذلك هناك تقريبا دولار في أوبيرا يسكتوbowk يعني هذه الاشياء لماذا اشرح أولاك سافاري كذلك يعني هذه الأشياء تقوم بتحديدها أثناء إن شاء الحمل الإعلانية كما شرحت لك سواء في كمعلن في أسطراء أو كمعلن في كليك آدو أو كمعلن في الشركة الأخرى وهذه الأشياء تساعدك في زيادة أرباحك حتى تكون لديك مدخول جيد أتمنى من أعماق قلبي أن تكون فعلا فعلا قد استفدت من هذا الدرس وأيضا أتمنى أن تكون قد وضعت لنا لايك حتى أعلم عدد الأشخاص الذين تستفدوا من هذا الفيديو وهذا أيضا من الأشياء التي سوف يشجعنا أكثر من أجل أن نشرح لكم أشياء أخرى كثيرة سوف تفيدك أخي العزيز ليس مسألة ربح سريع من يقول لك ربح سريع فإنه لا يربح أي شيء هناك عمل لكن بعد مدة تكون لديك قاعدة جيدة صلبة من المعلومات يمكنك من خلالها أن تقوم بالعمل مع عدة شركات أخرى أخي العزيز أنا أعطيك أشياء عن تجربة وأنت لك الإختيار تحياتي لكم أتمنى لكم كل التوفير وأتمنى أيضا مشاركة هذا الفيديو مع السلامة اشتركوا في القناة